جهاز لتحكم عن بعد في طاقة الألواح الشمسية وتوجيهها في مختلف الوضعيات نحو الشمس وجهاز آخر لمراقبة المناخ العام في البيوت البلاستيكية لمساعدة الفلاحين على حماية منتجاتهم إضافة إلى أجهزة أخرى قام باختراعها وتطويرها هذا الباحث الجامعي من ولاية الشلفة 60 ألف لوحة شمسية نجمو نجيرها بهذا البروتوتيب تكلفة هذه الأجهزة أكثر تنافسية من نظيرتها المستوردة حسب عبد الله كل جهاز نستخدمه هنا سيكلفنا لا يكلفنا العشر ونجيبه من خارج من ناحية الصناعة لكن المخترعة والمبتكرة في الجزائر لا يجد من يقدر عمله بل وأحيانا تسرق منه أفكاره كما يقول هذا الباحث المخترع في عمليات بناء المؤسسة الاقتصادية يمثل المحيط التكنولوجي أحد أهم العوامل في جعلها تنافسية وبالنظر إلى دعوات الحكومة لإنشاء مزيد من المؤسسات الصغيرة والناشئة دون الاهتمام بأصحاب الابتكارات التكنولوجية يكون ذلك دون فائدة اقتصادية لأن آلات المصانع ستكون مستوردة ترجمة نانسي قنقر